يا صباح الخير على كل الناس اللي بتشوفنا النهاردة في يوم جديد وصباح يوم جديد من نهارك سعيد وآخر صباح مش على طول أكيد هو آخر صباح في 2013 واللي منه بنقفل على صفحة بس هنرجع لها علشان نفتكر احنا كنا أقوية وكنا أبطال في تحمل الصعوب ازاي بجد السنة دي كانت سنة طويلة كانت أحداثها كتيرة كانت كل يوم الأحداث بتتطور وكل يوم الأحداث كانت يمكن لما نيجي نعمل حصاد بتهيالي الحصاد دي محتاج حلقات أو حلقة تكون يوم كامل لأنه الأحداث كانت كتيرة جدا لكن بجد كل اللي بنفتكره بعد كل اللي حصل أن احنا عندنا كم نصبر وعندنا كم من الإسرار والحماس على أن احنا هنوصل بشكل فضيع جدا أوليوم كل سنة ومستيب لا مش هوا كل سنة طيبين على فكرة يعني كل سنة ومتطيب يا فادي كل سنة ومتطيب ان شاء الله أشوفك في السنة الجديدة بقى أنا وانت مع بعض في أوليوم وانت طيبة يا سارة وكل الناس طيبين كل سنة وانت طيبين سنة سعيدة عليكم جميعا يا رب 2014 تبقى أحلى من 2013 والسنة كانت طويلة جدا يعني الحلقة بتاعتها النهاردة تاريخية 31-12-2013 ما كناش عارفين هنوصل لليوم ده إزاي لكن سنة عدت بكل الحلو والوحش اللي فيها نصها الأولاني كان يعني صعب ما يعلم بيه الله ربنا ونصها التاني الحمد لله ربنا نفق في سورتنا لكن داخلين على سنة جديدة إيه اللي هيحصل فيها الله أعلم لكن المهم أنه فعلا خلصت 2013 النهاردة آخر حلقة في 2013 نهاية الأسبوع ونهاية الشهر ونهاية السنة يا رب تبقى سنة سعيدة عليكم وبجد يعني إحنا هنا حتى في ناس زميلنا مشيت وناز زميلنا جد بجد كانت سنة يعني كومبو كده كانت ممكن تتفكب عشر سنين من كتر الأحداث اللي فيها وزي ما صارها قالت فعلا صعب إن إحنا نقعد نعمل حصاد لها حتى وإحنا مندور في فيديوهات تعبنا عشان نلاقي فيديوهات السنة من كتر ما فيها أحداث هتبقى معنا حلقة متنوعة جدا في آخر حلقة في 2013 يا رب تاجب اليوم النهاردة ساعتين مباشرة طوالها ونكون موجودين معاك ونحاول أن نجيب الفيديو اللي كانت بتعبر عن شوية من الأحداث المهمة اللي حصلت في 2013 مش كلها طبعا خيال نقول لكم أنه في فقرة فيها أنا وفادي هنحاول نحصل لكم الفقرات دي أو المواضيع اللي تكلمنا فيها في نهارك سعيد وفيه ايه تاني فقرة تاني معنا؟ وطبعا في الفقرات دي هنفتكر كمان زميلنا اللي ما بقوش معنا لأنه هم كانوا مؤسرين جدا ويمكن البرنامج كان لي دور مهم جدا في ثورة 30 يونيو وما بعد 25 يناير فهنفتكر معا بعد ده هيكون طبعا معنا فقرة الصحافة من شتان صحافة آخر يوم في السنة هيكون مشرفنا الكاتب الصحافي أكرم ألف شوفوا الفن السنة دي كان ما فيش أي إبهار وإبداع حاصل غير في رمضان 2013 غير كده ما كانش فيه صراحة أي حاجة خالص كان فيه زواهر كان فيه زواهر كتيرة كانت معظمها ما كانتش على قد المستوى اللي مفترض أن احنا نكون بنتلقى في وقت صعب زي اللي احنا بنتلقى دلوقتي هيكون معنا النقد الفني الأستاذ محمد عاطف هنتكلم عن الحصاد الفني لألفين وتلاتاشر هنتكلم عن الظواهر وإيه اللي حصل في ألفين وتلاتاشر من عزوف لمنتجين وحاجات كتيرة جدا في تخص الفني ويمكن من أهم أبطال حياتنا الصور والمصورين والصور الصور بألف كلمة والفيديو بألف صورة لكن الصورة لها دور مهم جدا لأنها بتعبر عن لحظة معينة ممكن الصورة دي تاخد جوائز عامية وممكن تكون مؤثرة جدا هنتكلم عن حصاد الصور في ألفين وتلاتاشر مع المصور صحفي أيمان موسى رئيس قسم التصوير بجريدة التحرير كابتن واقل فؤاد هو لاعب باترو جات السابق هكون ما نكون معايا النهاردة عشان لازم نتكلم عن الكورة زي ما هنتكلم عن فن والسياسة أكيد مش لازم ننسى الكورة أبدا والرياضة واللي حصل في الرياضة السنة دي في ألفين وتلاتاشر وكل ومجمل الأحداث اللي حصلت فيها إن شاء الله نتكلم النهاردة فيها مع كابتن واقل فؤاد لكن خلونا نبتدي فغراتنا على طول بعد الفاصل تابعونا كل سنة وإنتوا طيبين يا رب تبقى سنة سعيدة عليكم وكل اللي فات بنساوي يبقى تاريخ واللي جاي أحلى إن شاء الله أهم حاجة قدرنا نثبتها في السنة دي إنه إحنا شعب ما بنخافش واللي مش عاجبه يا يسيبها يا يحترم نفسه لو عايز يعيش معه أعتبر ده تهديد تهديد لأي حد يتحدى الشعب المصدي شكرا للمشاهدة